أولا وبالتأكيد يجب أن تكون الدولة مستقرة وآمنة ومحققة للاستقلال الاقتصادي في الداخل حتى يمكنها ممارسة أي نوع من التأثير أو النفوذ في الخارج وأعتقد أنك محق للغاية فالمملكة المغربية تعد مثالا لتوافر تلك العوامل معا ثانيا وفيما تعلق بالإصلاح كان لي الشرف خلال السنوات الخمس الأخيرة التي قضيتها في وزارة الخارجية الأمريكية أنا أعمل في مكتب الشؤون الدولية للمرأة وشعرت بكثير من الفخر وأنا أتابع كم الإصلاحات التي أدخلتها المملكة المغربية فيما بين عامي 2002 و2007 برعاية جلالة الملك محمد السادس فيما تعلق بتمكين المرأة المغربية وهو ما استمر حتى الآن وشكل أهمية كبرى فيما تعلق بعلاقات المملكة المغربية مع الولايات المتحدة